بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم how to check if a late init variable has been initialized or not ازاي تقدر تتأكد هل المتغير اللي انت معرفه من خلال استخدامك للموديفير اللي اسمه late init اتعمل له initialization قبل كده ولا لا تقدر تشيك if in late init variable has been initialized or not before using it من خلال مساعدة with the help of المسود اللي اسمها is initialized دي بترجع لك pullian true او false this method المسود دي will return true هترجع لك true if in late init property لو الليت init property دي حصل لها initialization قبل كده otherwise غير كده it will return false هترجع لك false ادي اه property late init اسمها name حل ويه function initialize اه النام عملت اه initialization ليه النام هنا حلوب وبعد كده قلت له هل النام dot is initialized فبالتالي هيرجع لك true لانك عملت initialization حلوب طيب what is the difference between late init and lazy ده من اشهر الاسئلة اللي بتتسائل الفرق ما بين الليت اينيت وما بين الليزي الليزي can only be used الليزي بتستخدمها فقط مع اللي متعرفة من نوع يعني متقدرش اه متقدرش تغير في القيم بتاعتها انما بتستخدمها انلي مع عشان دي تغير تغير قيمتها because it can't be compiled to a final field that's no immutability can be guaranteed if you want your property to be initialized لو انت عايز ال property بتاعتك يحصل الليه initialization from outside من برا in a way probably unknown beforehand استخدم الاستخدم الاستخدم الليت انت طيب is there any difference between هل في فرق ما بين equal equal operator و اه تلاتة equal operator yes ايوة الفرق in equal equal operator is used بيستخدم to compare the values عشان يقارن ما بين القيم اللي متخزنا stored in variables and the equal 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 operator بيستخدم عشان يتشك يتأكد هل الرفرنس of the variables للمتغيرات are equal زي بعض ولا لا but in the case of primitive types في حالة ال primitive data types اه زي equal 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 operator also be check بيتأكد for the value and not reference بيتأكد هل ال value اه مكافئ لبعضه ولا لا مش الرفرنس حلوب طيب ال primitive examples ادي عرفت فال انت وان بعشرة وانت تو بعشرة حلوب طيب هنا equal equal هل القيم بتساوي بعض اه فبالتالي اه طبع لي true هيتبع لي true طيب هل اه 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 سري ايكول operators هيتبع لك برضو true ليه لانه قلنا في اه ال primitive type بيتشيك هل ال value هي اللي بتساوي بعض ولا لا والاتنين بتاعتهم بتساوي بعض طيب هنا عرفت اه نام وان بيساوي انتجر تن وانتجر تن في نام تو طيب هنا هل equal equal yes true طيب هل الرفرنس بتاعهم بيساوي بعض هنا بقى هيشوف الرفرنس لا الرفرنس بتاعهم مش بيساوي بعض ده في ريفرنس وده في ريفرنس تين طيب what is the for each in kotlin ايه هي ال for each in kotlin to use the functionality عشان تستخدم الوظيفة of a for each loop just like in java زي java we use a for each بنستخدم ال for each function حل ادي for list equal list of كزا عندي listة عايز اعمل عليها for each يعني for leap لكل ايتم اتباع لي الايتم ده دي just ان هي بتاتريت الايتم زوي تتبعه لك طيب what are companion object في الكتلين ال companion object if you write if you want to write a function or any member لو محتاج تكتب function او اي ممبر جوه الكلاس that can be called without having the instance of the close يعني عايز تنادي على الممبر ده بدون ما تاخد من الكلاس then you can write the same as member of a companion object inside the close هتكاريت الممبر ده جوه companion object جوه الكلاس بتاعك حال؟ ده اكويفلنت ليه ال static اللي كنا بنعمله في الجوفا to create a companion object you need to عشان تكاريت companion object انت محتاج تأد كلمة companion keyword in the front of object declaration ادي مسال كلاس اسمه اي اسم وهتعمل companion object وما بين ال two brackets هتكاريت الفانكشنز بتاعتك او الممبرز بتاعتك طيب هنا الممبر اسمها ايه اسمها call me انت عايز تنادي على الفانكشن دي بدون ما تاخد من الكلاس ده فجاست انك هتعمل هتنادي على اسم الكلاس وتنادي على الفانكشن عطول كده انت عالفانكشن عطول بدون ما تحتاج انك تاخد من الكلاس ده هنكمل بقية الاسئلة في الفيديو اللي جايي